منسى يا جماعة اقول لكم معلومة حلوة جدا مفتاح المروحة مش بيتباع بس لنوعيات المروحة معينة مفتاح المروحة اي موجود في السوق تنزل تشتري من محلات بيع القطع غير الاجهزة المنزلية اسمه مفتاح مروحة اي نوع يمشي على اي نوع يعني ما فيش مروحة ليها نوعية معينة من المفاتيح يعني دي اسمها ترنادو او مكتوب عليها ترنيدو لان دي بتاعت مروحة ترنيدو لو انا جبت اي واحد تاني هيركم مكانه عادي جدا تمام دي معلومة مهمة جدا لازم ن اقول الحاجة التانية مفتاح المروحة على فكرة وده يمكن سر ما يعرفوش ناس كتير مش بيتحكم في المروحة بس يعني انا لو وصلتوا على لمبة هيقلل اضاءاتها لو خلتها على واحدة تبقى اقل اضاءة اتنين الاضاءة تزيد شوية تلاتة الاضاءة تزيد اكتر اربعة تزيد اكتر خمسة اه تزيد اكتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلين وسهلا بكم وطابعين صفحة وكانت روارشة انا النهاردة عامل البس ده مش عشان اتكلم عن مفتاح المروحة بس عن الفيديو ده انا انا اعمل البس عشان اقول لكم الف شكر احنا بقينا تلتمية الف والكسور الحمد لله رب العالمين تلتمية الف متابع محترم عزيز على قلبي اه بحبكم كلكم ربنا نجزيكم خير ودايما معي في الخير يا رب العالمين الموضوع التاني اللي هتكلم عنه هو موضوع المروحة وفي موضوع تالت هنبع عليكم في نهاية البس في نهاية الفيديو انا مش هافيه البس اللي معلق معايا ده وتقريبا عشان موضوع التالت متعلق بالبس لكن خلينا نتكلم عن مفتاح المروحة مفتاح المروحة يا جماعة هو المتحكم في سرعة المروحة زي ما انتم شايفين كده طيب مفتاح المروحة ده امتى اقول عليه ان هو بايز وامتى اقول عليه ان هو شغال مفتاح المروحة لازم يبدأ من الواحد وينتهى عند مسلا الخمسة ليه درجة بداية وليه درجة نهاية وليه سفر السفر ده معناه اللي هو مفيش كهرباء مفيش كهرباء هتوصل للمروحة تمام كده طيب ركم واحد دي المفروض في النوعية دي اللي هي ترنيدو هي اقل درجة هي اقل درجة. رقم خمسة هي اعلى حاجة. طيب امتى اقول على مفتاح المراحة ده بيبايز. مفتاح المراحة ده يبص في حالتين يا جماعة. يا اما يقطع خالص ما يوصلش الكهرباء للمراحة. تمام? يا اما يكون مالوش لازمة. يعني ايه مالوش لازمة? يعني واحد زي اتنين زي تلاتة زي اربعة زي خمسة كلهم يكونوا نفس ايه? نفس النتيجة. تكون المراحة بتاعتي على طول سرعتها علي. ده معناه ان مفتاح المراحة ده مالوش لازمة. مش عامل اي حاجة. خلي بالك انت بتشتري مفتاح المراحة لازم تركز على حاجة مهمة جدا بعد ما تركز. لازم يكون فيه فرق في الصرعات. وإلا يكون مالوش طلق. يعني مسلا واحد تكون اقل من اتنين بكتير. ما تكونش ايه. يعني لازم يكون فيه تأثير واضح يا جماعة. ما بين الصرعة اما بين ده ده. في حاجة تاني ممكن تبص في مفتاح المراحة تلاقي مفتاح المراحة لما تقرب منه بتسمح صوت زن. سمح صوت الزن ده. ده حاجة مش كويس. لازم تغيره. لان ده معناه ان فيه مشكلة في الملف. فهنا لو انت قربت مفتاح المراحة سمحت صوت مفتاح المراحة ده بيزن. ده معناه انك انت هنا لازم ايه? لازم تغيره. تمام? يبقى مفتاح المراحة. ما فيش فرق ما بين الصرعات كبير نغيره. مفتاح المراحة. آآ فاصل خالص يتغير. مفتاح المراحة آآ طبعا احنا بنقفل موضوع المراوح يعني احنا عاملين ست فيديوهات قبل كده عن المراوح المنزلية. طيب. الحاجة اللي عاوزة نبع عليها قبل ما فل بس يا جماعة. ان شاء الله النهاردة الخميس. كل عام وحضراتكم طيبين. آآ آخر خميس في رمضان ان شاء الله. معدنا ان شاء الله مع البس المباشر الاسبوعي اللي بنعمله الساعة تقريبا حداشر بالليل في رمضان. اما في الايام العادية في بنعمله تسع مساء. فان شاء الله هشوفكم الليلة. وانا كنت فاتح الفيديو مخصوص بالله عشان اشكركم على تلتمية الف. وهو قلنا نتكلم برضو عن اخر حاجة في المراوح نتكلم عليها. وكل سلام طيبين. سلام يا جماعة. متنسوش مشاركة الفيديو. اعمل متابعة للصفحة. اضغط لايك.